مرحبا بكم في القناة شهوة الحجر رشيدة اليوم نشارك معكم نصف حولي مش شوي في الفران ديال الدار يعني بطريقة بسيطة بسيطة يعني غان شوي جوج نصاص وغانوريكم الطريقة دياله الشرمولة دياله المقادر المرافقة دياله وتبعوا الفيديو تل الاخر مهم كيف تتشوف عندي جوج نصاص غان نشاركوا معكم كيفاش ننقيهم قطعوهم كيفاش شرمولة اللي تجيل ديال دياله الصراحة بالاول حاجة تنحيدوا هذوك الزوائد اللي تيكونوا محلو السيسات او فيهم الدم كارم يعني تنحيدوهم قبل ما تنغسلوا الحمديانا تنحيدوا موما اللي ولين تكونوا عدنا في العنقراه او تكونوا في ذاك البلاصة ديال العظم تيكون نجيبوا الحولي يعني محلو كاياتنا ما يكون مقسوم من الوسط تيكون مصيبوا لكم القزير وتتغسلوا وتتخليه يتسكتر هنا بالنسبة لحولي عندي فيه كل نص فيه 8 كيلو هنا غندير ضامة ديال الزافران وضامة ديال تومة ونص معلقة ديال الملحة ونص معلقة ديال ابزار بالنسبة لهذا العطرية معلقة ديال السكينجبير هاد العطرية غنشرمل بها النص وغنخلطها ونعود نخلط واحدة اخرى النص الاخير بايت من تلف كمش الناس بعض مرات يخدمو عير النص هنا درت معلقة ديال خرقون بلدي راس معلقة ديال السمن وهنا درت معلقة كبيرة ديال الزبداء كيف تتشوفوه هنا بالنسبة لهذا باش غندهن ودك اللحم ديالنا هنا عندي ياغور طبيعي هاد ياغور تصراحة تيجيزوين مع هاد العطرية اللي درنا بالنسبة الناس اللي عندهم شتومة ضامة يقدروا يدروا تومة عادية ودرت هنا وحد المعلقة كبيرة مع مراش ديال الموطار هادوما التوابيل غنشرملو بهم ونص ديال النق ونفس المقادر غدا نعود نديرهم تاني نشرمل بهم ونص الاخير يعني بغيت نعطيكم مقادر ديال النص يعني باش من تلفش المبتدئات او الناس اللي تبغوا يصيبو هاد شي ترتعير وحد شوية ديال المعير باش ندوب هديك الضامة والعطرية باش كلها تدوب لنا ما نكترش وحد المق كيف تتشوفو باش تبقى عندي هديك الصلصة تكون عندي خاطر اللي غندهن بيها انا الحولي ديالي هنيا الحولي تكون مغسول اللي تنغسلو تنديرو في حت شبكة اكتر وتنعود نديرو حت سريبيتا وتنشفو مزيان ضروري يكون ناشف تندهن كل هدك الحولي ديالنا بهذه الشرمولة بالنسبة هنيا يقلنا هاد العطرية ديال النص وغير نخلط واحد اخرى نفس المقادر كوه تندهن هكا بالموس باش دخولي العطرية في ذوك البلايس اللي تكونوا غلاد او بلايس يكونوا في محل تنيات تندهن هدوك البلايس كاملين وانا تنستاعين بالموس تندقب يعني هدوك البلايس باش يدخليهم من العطرية بالنسبة لهذا الطريقة تنشر من الحمد اينا واحد تتسوي او اربعة قبل ما ندخلو الفران بالنسبة هنيا مع الجو بارد لو بغيتوا تديرو في الليل والغد را ما تتخافوش يعني تقولو كين في ضانون خاسوش يبات يعني الضار تتكون باردة خاصا دهب في هدو الجو بارد حنا في شهر واحد يعني را بارد إلا لكان الصيف تنديرو في تلاجة يعني تنحاول نوصل لكم كل شي المعلومة تنجيل هاد البلايس اللي عدنا تحت طابق كيف تتشوفو هنالكاتيف تنمأن نفلحها بالموس لا تنضربها بالموس لن يخسر الشكل اللي اللي نريد نقدمه تندخل فيها العطرية وهناي عندنا هذيك رجيلة مخشية في هذيك البلايس تنخليوها مخشية باش تتبقى مقاددة لنا مهم الشرمولة كلها تندهنو بها قاعد البلايس اللي عدنا ديال لحم هاد العطرية صراحة رتجي مميزة وتجيزوينة وتتشرب لنا الحولي ديال نتيجي بني اللي تنطيبه و رتنستعملوا عرز الزبدة هاد العطرية ستتخليه اللي نيتحمر توسط الورق ديال الزبدة بلا ما نحتاجوه نحمروه لنبغينيش نحمروه غتشوفو اللي غنطيبه هنا رغنطيبه ونفر عن ديال الطو ديال الدار وغنعطيكم التوقيت والسوايع وكل شي يعني وتاهدك المقبلة اللي غندخل معاه كلها غندخل معاكم كيف جدرتها تبعوا الفيديو ونتمنى تستافدوه من بعد مدهنت نصوصه بجوجته هوه خلطت ليه النص تاني غطيت بالبلاستيك باش يبقى ايه شهد ذيك العطرية دياله بقال هنا ننقي وتنقبه حتى تقريبا خليه يتحوى منها ويساة اتشرب لنهبع من بعد ما تشرب تتشوفوا ذيك العطرية كلها لسقات تنجيل هذه الرجيلة اللي عندنا فلاسة طويلة تنقص منها لانما تتكالش وتدجينها كبيرة في الفران غنجيل وسط ديال هاد النص وغنقطعه خانت احنا يانطيبه فران ديال الزنقان لكنا غنطيبه فران ديال الزنقان فران ديال الزنقان لما تنقطعه اشترسلوا الفران نحن نطيبه في فران ديال الدار نطيب كل نصف في طياب واحد ومن بعد لي طيب لي نعود واحد اخر ونقول لكم التوقيت دائما تبعوا الفيديو ونوريكم الحرارة ديال الفران والوقت كامل اللي غادي قدكم صارح رتيت تملختي ولي الحم طيب دايب يعني وتيجي صارحة بالفران ديال الدار رتيجي رطبوا يعني مع ذك التواب اللي فيه وهذا ورق الزبدة ما تيجيناش للحم قاسح من الناس اللي تبغوا الحمر طيب هنا تنضير ورق الزبدة هو الأول تنضير ورقات التحت كيف تتشوفه وتنعود نضير ورقات الفوق محل شكل زائد هنا هذه البلاصة ديال الكتفة تكون عندنا محالي مربعة القطعة للحم الوسط يعني باش اللي نحط وغانا ستفوحده ببعضيات وانا ما تبقى شبان مقطع يعني اللي تبدو ياكلوا في الناس مع الصلاة اللي دايلينا ما تبقى شبان مقطع نهائيا يعني خدموا باب طريقة وطيبوا بالنسبة الناس اللي بغوا يديروا يعني عير ربوع محل تدرون في الطريقة عير هوايا تقلوا شوية العطرية اللي دارت مثلا عير في خارقهم بلدي في سكين جبير شوية تنقصوا من هذا ضانون باش ميجيكمش كتير صافي يعني يعني تلا موطار لخليتوا ما غديش يجي بين هذيك ضامة زعفران وحدة يعني ما تيجوش بينين وما تيجوش كتير الملحة نقلوا حتوية لان في ضامة الملحة ضامة الزعفران وضامة الثومة يكونوا مالحين هذا اللي بغي ننفذ نصف واربع يعني ديال الحولي سوى افخد او كتف هنا يا تنجيل الجهة الخورة كيف تتشوفوا تهيية تنغطيها نصف طريقة من بعد ما غطيت بالورقة الزبدة غطيت بالكاغيط الألمينيو ضروري كفشته غطيتو تتلبسوا مزيلا الألمينيو خاصوا ما يدخلش لي لهوا هذا باش ينجح ليكم ويطيب ليكم يعني ضروري خاصوا يكون مغلف هنا يا اللي تندخلوا الفران انا يمع عندي جوج نصاص وبغنطيبهم بالنسبة اللي عندي عراضة في الليل انا يادرتهم في الصباح در جوج نصاص يعني كل نصف كل ربع قدرتو فلاطة وخليت ربع يعني يجوج نصاص اخرين يعني النص الاخر تتيطيب لينا بالواحد بالواحد هنا يا اللي تديرو عير واحد عدكم مثلا ربع حولي او فخد عبغى تديرو تكون شاعل علي العافية من الفوق ومن تحت تنخلي هي طيب ثلاثة تسوائع ونص هنا قنا الحولي عندي نص كل نص في ثمانية ونص يعني تكون غليد الحم تنخلي هي طيب ثلاثة تسوائع ونص ونقلبه ونشوفوا القيتون طاب هي هذيك القيتون قدر نزيدو عين نص ساعة على ميتين دراجة بالنسبة انا مع درت جوج ربع تنهبط اللي تنديرو في الدرتو في الفران تنهبط كل واحد جوج سويع تنعود نهبط اللاطة لتحت والخرى تنطلع الفوق باش يجي طياب اللي تي اللاطة اللي عافية عنده شعله ملتحت الطيب ملتحت مزيان ولكي الفوق ديال اخ تكينا فوق منه آطة وعدبت العافية تنعود نطلعه تندير هنا واحد شوية ديال المبش يعطينا واحد روطوبة عير مرة واحدة اللي تنديرو في اللاطة يعني متنقوش كل مرة نزيدو الماء يعني عير مرة وتنخدمو الفرفارة يعني تتبقى تهوى لنا الطيب ديالنا وطيب ديالنا بالنسبة انا يا معدرة النص هنا كيف تتشوفوا العافية شعلة التحت والنص الفوق شعلة العافية الفوق يعني ذاك الوسطاني ما تيقيسوش العافية سواء ديال اللاطة الفوقانية التحت ديالو او سواء اللاطة التحتانية الفوق ديالها اما لكان عندكم عير لاطة واحدة رتي طيفة ثلاثة تسويع ونص الماكسيمو بالنسبة انا يا محل يدى مني خمسة تسويع لنا عندي جوج نصوصها ولكن في طيب ليا شوية تنعود نهبط اللاطة قلنا جوج سويع ونعود نقلبها يعني هذيك اللاطة اللي درت الفوق تنعودها التحت واللي التحت تنطلع على الفوق نتمنى تكون وصلتكم فكرة تندوزوا القرعة القرعة الخضرة هنا يلغن غندي رفكة مقبيلات اه غسلتها قطعتها كوية طرفة كبار كيف تتشوفوا ما منجورة موالو قرشيت على شوية ديال الملحو غنبخرها ضروري تبخرها س سوافة اعلى لعندكم ديال التبخار او في الكسكاس ما تسلقوها شباش ما تجيش فازقاليكم موتي جي مارجو متجيش بنينة في الاكل هنا سوف ننزل الجازر اللي كانت تشوف في التصوير مقدمة يعني شكل دياله محل البطاطا مكروكب تنشد الجازر خاص يكون نفس الحجم يعني لذاك العرض دياله او الغلد دياله يكون كيف كيف تنقطع محل الكوية وتندير ليها تشكل بالموس تنقطع لي هذيك الجوانب تنعطي شكل دائري محل شكل البطاطا بالنسبة القرعة لش مدرت شخ تنظر نجير يعني تدوب لينا من الاحسن هان قطعتها ما قديتها موال ولكن الجازر اعطيتو شكل يعني ملولب محل البطاطا الصغيرة اللي غن نقدم كامل غن ديرو محلوكا وغرر شوته هوب شوية ديال الملحون بخره يعني احنا مغان كتروش بزاف ديال الخوضر اللي غن دخله ولكن غن لعبو على خوضر تتبان كتيرا ما مكنش واحد الكمية ديال المصاريف ديالت الزين ولكن في نسوقت غن زيينو بحشي حويج لبساط صارحة الحمل لتي طيب تنحاول ندخله معا شوية الخضراء عريف متى تكون شو حد الكمية كتيرا ولكن ما دخلت هنا شوية شوية هنا الجازر كيمة ستشتو غن نبخره تهويه كيمة طابط القرعة القرعة غتشوف القوام دياله خليه تباقى شدة فراسة لانه تبعت شحار يعني غن ديره نخليه تسكتر وغن دير القوق تهويه تبخر من بعد اللي غن تبخر القوق غن بخر لبطاطا وغن بخر من طابط هالجازر كله غن بخره ونخليهم هنالخيزو ستا ودرت في الملحة ضروري تديرو الملحة في التبخار او في الصلاق عير القرعة اللي ما تسلقوه هاش لقوق بيتو تسلقوه هو الجازر سلقوه بالنسبة لقرعة اللي تبخروه من بعد اللحم ديالنا مطعب كيف تتشوفو غنوريكم مشكل دياله الخضراء تسلقت لنا وغنوريكم تاني هناليا بالنسبة للحم ديالنا طابعا نخليه جانبا غنوريه لكم وغنخليه تاني بغن نقدمه وعده بش ندهلو بش بود الزبدة عير هو تتعرضو تغطي حتى يبقى محتفظ على ذلك الرطوبة ديالو ذلك الطيب ديالو غن تيجي طيب تماما بالنسبة الكاغيط رعير خط القريب للعافية قد ندرنا جلاطات فالفران اما اللي عدو عير لاطة وحدار ما توقعش لي هاد المشكل في الكاغيط ولكن الحمرا ما تقاش ديالنا كيف تتشوفو تيجي اللون ديالو مذهب لا ما لمغيناش نحمرو ونزيدوه زبدة هاداك العطرية اللي درناو هاداك ضانون ولا موطر عطاوه هاد القوام شوك القصد للحم كي تجبد من الداخل اللحم ديال نشوفو دورنا حامي مقدرش نقيس بيت ديالو وياداك بد على تنقيس المكلم صافي مملوخ يعني صافي طابلينة لحم ديالو غن نغطيه وغن نخليه تنشحر الخضر ديالنا وكذا الشغل نحمرو ونقدموه تنجوز هنا يلخضره يعني تنشد واحد المقلرة تنشد واحد المقلرة تنجي لذيال زيتون صراحة العطريار ترفع لا مزيدًا بزيف في هذا الغضراء مبخرة تنجي لها دراز ديال مع القديل تحكوك رقيقة بالو ما تحكوك قمش مش بش بينه نشحر كلاهية لتطلق لنا في الزيت و تدجيم شحره نشحره بالخضراء و نشحره في الثوابي نشحر كلاهية كامون و نحرك نشحره و نشحره لنشحره صغير الحديد و نضيفه لما تدخل و تدخل الخضراء نضيفه سخونة لا تضيفه سخونة هناك خضراء الشحراء سخونة سيد الزيتون ثوماء التمتلات نمتلات 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 انا ارى خمزة في الفيديو راح شحرتهم مزيان اعطيتهم حد حقهم فتشحر ديالهم تاني 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 شوية ديال ثومة تاني شوية زيت العود والربيع وغندير الملحة شوية ديال كامون وشوية ديال ابزار وغن شحر البطاطة اللي موريتها شكرا في الفيديو تهيص غورة سلقتها وقشرتها كاملة يعني تهيزي غن زينو بها صافي وغندنزل الصلاة اللي غن عمرو بها القوق بالنسبة هنا كل شي شحرته غنخلي البطاطة نحن نسخنها وهذه الخضر نحن ندخلها للفرانة الدفالية تنضير هنا مع هذه البطاطة مسلوقة طريفات عندي بطاطة طريفات مسلوقة الجازر طريفات وعندي جلبانة درت علي محد ونص علبة ديال مايز درت شوية الملحاق والإبزار و شوية ديال كامون ودرت جوج معلقة كبار ديال مايونيز درت شوية زيت زيتون ودرت واحد المعلقة كبيرة ديال عاصر الحامض عاصر الحامض بشيبقى محتافظين على اللون ديالهم ومارمتيك حالوش دنوع ديال الخضراء سوف نعمر بهم القوق بالنسبة للقوق أنا بخرته سوف نقطعه على جوج وتنحيده لهذا الزغب اللي تيكون لاصق لنا في القلب ونبقى محتافظين على الجمالية دياله وتنحيده بالموس عير شوية وبالنسبة للقوق أنا لم أسلقتوش واحد بزاف باش يهبط لنا اللي نبغو نستفوه أو نحطوه يعني تسلق على هر نص ديال السلق يعني تيتكال ولكن مايكونش طيب بزاف محل يكون في الطاجين ديال المرقاء أو مع جلبانة سوف تنقصوا من هاد الوريقات باش يهزلينا بزاف ديال السلاطة يعني الوسط وهالطريقات هتكون بسيطة يعني تنوجدوها تنكون وحنا شحرنا الحم ديالنا موجود يعني ماشي شي شي حويج لي تكونوا صعيب فهذا الضيافة ديالنا بالنسبة انا يا رادرت جوج بلاطوات كبار يعني هاد الخضراء يعني ديال جوج بلاطوات وبالنسبة اللقوق اعطوني ستة الوحدين بالنسبة الكتف وريتوليكم هدا هو الفخط تهو شو اللحم كيتعرى على العظم غن ندهنو بشوية ديال الزبدة وغن ندخلو الفران يتحمر عير شوية لما هو يرام حمر يعني انا قلت ناخد لي وحد شوية ديال اللون وبالنسبة الكتف اللي عريت عليه شوفوا العظم كيتعرى يعني تعرى صار حارتي طيب هاد الحم في الفران ديال الدار ناس يتبووا يطيبوش حاجة في دارهم انا را جرابتو يعني شحم المراق بعض المرا تنديرو فطنجرة كل مراق في فاش نديرو مرا خورا نشاركو معاكم فطنجرة كيف تشوفو هنا شديت واحد البلاطو كبير يعني غطيتو بالاليمينيو او لاطا يعني كبيرة بالنسبة الناس اللي معدومش بلاطوات تتتتتتغطيو بالكاغيط او كاية ديال المطبخ او الاليمينيو تنكونو الخص من طابق الحال الغاسلينو بالخل وخما غديش يتكال ضروري احنا غنحطو عليه شلادة ديالنا او الخضرات ديالنا خاسنا ضروري نحطوه محل كاية صافي تنحط نص ديالنا الكتف وتنحط طالف خضر محل كاية تنهبطو بالصينية فاش حمرتو او فاللاطا تن بدن دير دبا فالقوق ديالنا تنستفو محل كاية في الواسط تنخلي بلاست فاش ندير الخضره مستفين حنا يا الخص وغدا بدن نحط فالخضر محل كاية يعني مشيت نحط الخضره عير في جيه وحدات نحطه هنا خيزوه هنا خيزوه هنا خيزوه باش الناس اللي قدامهم بشي حاجات تياكلهم متقدروش يمعطوها لواحد اخر يعني وتيجي تات طابق فيه الاخضار فيه الابياض فيه الورونج تيعطيه واحد اللون اللي يزوين والخضرات تجي هير واحد شكلية هير شوية شوية وتتعطينا واحد طابق اللي مميز وهو كبير ونتمنى تعجبكم صراحة الوصفة انا درت صلاطة يعني بسيطة خضره يعني تشار ديالي عادي ولكن مضاق مميز زينت بالقوق تهو عمر بهد النوع ديال صلاطة البردة اللي مشي سخونة بالنسبة البطاطرة كتتشوفوها بقى سخونة تنخو نحط فيها الحمتة وحطيتو خاسكم ضرور تحطوه سخون زينت بالكوردو فيها لدن فيمي وزينت بالكوردو عمر بكاشر مقطع طريفات والبيت السمان وماطيشة صغيس لدن فيمي درت مع الكورنيشو ودرت طواجنات هاتو صغار واحد فيه الملحة وواحد فيه الكامون صار حشكلهم مزوين ومميز وهذا هو الطابق الثاني يعني ديال الحم اللي طابته هوية اه قدمتوا بنفس طريقة هنا يقدر تعير القوكة يرجوج حبات باش تعرفوا كيل الاختلاف بيناتهم ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو وتشاركوا مع اصدقائي ديالكم وماتبخلوش علينا بلايك بلايك وبابوني بالمشاركة في القناة للناس ليش يشوفوا الفيديو ديالي متبخلوش بمشاركة وتنتشكرك على الناس ليش ينضموا القناة ديالي وجربوا هاد الوصفة هاتعجبكم الصراحة كلها لديدة اشتركوا في القناة